قضت محكمة النقد برئاسة المستشار مجدي أبو العلا بعدم جواز الطعون المقدمة من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وقيادات الجماعة الإرهابية على قرار نائب العام بوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية كان المستشار شهيد هشام بركات النائب العام أمر بإدراك بديع ونائبه خيرة الشاطر وعدد من قيادات الجماعة على قائمة الإرهابيين والساند النائب العام في قراره إلى صدور حكم من محكمة الجنايات فالقضية المعروفة بأحداث مكتب الإرشاد ضدهم بعقوبات تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد عما أسند إليهم من جرائم ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابي